يستضيف المغرب مونديال الأندية لكرة القدم بين 1 و 11 فبراير 2023 حيث سيلعب بين طنجة والرباط مصادر مهنية أشارت أن بطول كأس العالم للأندية ستكون فرصة سانحة لزيادة عدد السياح الأجانب وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع في ظل التحسن التدريجي للوضعية الاقتصادية بالمملكة وتتطلع المنتجعات والفنادق والوحدات السياحية إلى مونديال الأندي لتحقيق عائدات مالي مهمة من شأنها تعزيز أداء القطاع في بداية 2023 الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على جميع المهن المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالمنتوج للسياحي وأوضح مسؤول أن حجوزات الفنادق سترتفع بعد اقتناء المشجعين تذاكر المباريات والطائرات حيث ستكون طنجة والرباط هما الوجهتان الأساسيتان للسياح المغاربة والأجانب وأن التذاكر ستطرح للبيع على الإنترنيت ليتم تسليمها لمقتنيها في مجموعة من النقاط بمدن الرباط سلاً تماراً